بعد ما عركوا في الحرب العالمية الثانية جنود تايهين بيلاقوا سفينة فبيكرروا يدخلوها علشان ينقذوا نفسهم لكن بيحصلوهم فيها أسوأ شيء بيبتدي في المنى وقت الحرب العالمية الثانية وقت ما قررت القوات الألمانية ضرب السفن فضربوا مستشفى بحرية وبعد ما غرقت السفينة بيظهر الكابتن مالون ومجموعة معاه في مركب صغيرة في المحيط الأطلنتس على أمل إن أي حد ينقذهم لحد ما بيظهر قدامهم سفينة كبيرة وبتظهر النهل الألمان بس بيكرروا يدخلوها مهما كانت تمن خصوصا وإن الأكل والمية اللي معاهم خلصت بيطلعوا للسفينة واحد ورد تاني لكن الكابتن مالون أثناء ما هو طالع بيتكسر السلم وبيقع في المية وبيموت وبنعرف إن دول حلفاء من كل بلد تحلفت ضد الألمان فبيكرروا يقسموا نفسهم ثلاثة يروحوا يطلبوا المساعدة وثلاثة يكتشفوا المكان فبيدخل سينكلير وتيبلوف وبيجلو جوه يكتشفوا السفينة وبيلاقوا جوه جسس مقطوع راسها وعرقها كلها سودة ووحدة القيادة بتكون مربوطة بجنازير فبيقولهم سينكلير نخلي الموضوع سر وما نقولش لأي حد برة فبيرجعوا تاني الستة البعض وأثناء ما هم ماشيين بيلاقوا عروسة لعبة شكلها قديم وغريب وتيبلوف بيشوف واحدة صغيرة لكنها بتختفي لما بيبص تاني ووقت ما بينزل ثلاثة تحت بيلاقوا خزان السفينة هينفجر من الحرارة فبيوقفوا السفينة وكمان بيلاقوا جسس تانية محروقة ومتفحمة موجودة فوق وبيكتشفوا ان سينكلير خب عنهم الجسس المقطوعة وكل قوارب النجاية فوق بتظهر مقصورة فبيكتمعوا الستة علشان يجيبوا أكل وأثناء ما بيكلوا بيشوفوا واحدة مستخبية بتطلع وبتفضل تجري منهم وأخيرا بيلقوها فبتحاول جين تقرب منها لكنها بتعضي ايديها علشان كده جين بتطلحها وبتهديها وبنعرف ان اسمها مايا فبتخدهم لمكان وبيلاقوا ظابط ألماني محبوز جوه عنبر الشح وسينكلير بيكرر يحرره بس أول ما بيشوف مايا بيفضل يقول الوحش الوحش وبيضرب النار عليهم وبيصيب تبلوف وبيقتل جاكسون بس تبلوف بيقدر يقتله بسكينة ولما بيدخلوا للعنبر اللي كان فيه بيلاقي بيجله صندوق فيه سبايك من الدهب وكمان بيلاقوا صندوق تاني ولما بيفتحوه بيلاقوا قطع أسرية بس بيكرر سينكلير وبيجله يخلون نفسهم وما يقولوش لأي حد برة وكمان بيلاقوا صور بيكتشفوا فيها ان الألمان كانوا بينقلوا حاجات غريبة وتحت فيردي بيحاول يشوف أي مساعدة سينكلير بيلاحظ ان بيجله اختفى فبيفضل يدور عليه بيظهر وهو في العنبر تاني مع سبايك الدهب وبيلاقي صندوق تاني مقفول فبيكرر يفتحه ولما بيفتحه بيظهر فيه كائن غريب في الوقت اللي بيوصله سينكلير فيه بيصحى الكائن وبيهجم عليه وبيقتله وسينكلير بيقدر يقفل باب العنبر عليهم أما فوق فمايا بتهجم فجأة على جين وتبلوف وقبل ما تقتل جين تبلوف بيضرب عليها نار بس بتقدر تهرب منهم وسينكلير بيوصلهم وبياخدهم يوريهم حاجة بيقدر فيريدي يوصل لناس تساعدهم وبيبلغهم بمكانهم ومكان السفينة بس مايا بتوصله وبتمسكه سينكلير بيعرض فيلم بيظهر فيه الألمان أطلقوا بغير قصد مصصين الدماء على سفينتهم وكمان توقعوا أن القبطان قتل أكبر عدد ممكن من الكائنات دي وبعديها وجه السفينة بشكل عشوائي وبيكتشفوا أن الأدوات الأسرية اللي لقوها تقدر تقتل الكائنات دي بس موجودة في الغرفة اللي محبوس فيها الكائن والكائن جوه بيفتح صندوق تاني وبيظهر جواح حبيبته وبيحررها أما بره بيلاقوا فيريدي اتحول من مايا وبيتكلم على لسان الكائن لأنه متحكم فيه وبيهدد فيهم وكمان بيدرب تيبلوف بعيد وبيمسك سينكلير لكن جين بتطعنه وبتقتله وبيبدأ التلاتة يدوروا على مايا لحد ما بيلقوها وبيحبسوها بس بتتحول في شكل بنت جين علشان تستعطفها وقبل ما اتطلحها تيبلوف بيولع فيها وبنعرف أن مايا دي بنت الكائنات علشان بيصوتوا لما بتتحرق وجين بتشوف دراحها وهو بيتحول من عدة مايا فاكرنها وبيقول لها أنا دلوقتي متحكم فيكي وبيخليها تروح لهم وتفتح لهم الباب أما تيبلوف بيقدر يوصل للعنبر وبياخد مية من صندوق بس بيوصل له الكائن وبيعده لكنه بيرشه بالمية وبيضربه بفلير وسينكلير بيشوف مراته شيلي قدامه بس تيبلوف بيوصل وبتتحول لمرات الكائن وبيضرب عليها النار وبيوقعها قبل ما تقتل سينكلير وبيلحق نفسه وبيقطع رأسها والكائن بيحس باللي حصل لمراته فبيجتمع سينكلير وبيضوروا على جين علشان يفجروا السفينة وبيلاقي الكائن مايا وهي محروقة بيوصل الاتنين لباب مكتوب ممنوع الفتح لكنهم بيفتحوه وبيدخله بيلقوا مصصين دماء وسواريخ وقنابل فبيهجموا عليهم لكنهم بيقفلوا الباب بس بيقرروا يفتحوه تاني ويضربوهم تيبلوف بيحس انه بيتحول فبيقول له دور انت على جين وانا هضحب نفسي وفجر المكان اخيرا بيلاقي جين وبياخدها معاه اما تيبلوف وقت ما بييجي فجر السفينة بيمنعه الوحش بس بيقدر يتحكم فيه من القطع الاسرية وبيفجر السفينة بيهم وجين وسينكلير بينطوا في البحر وفيه سفينة تاني بتوصل لهم اللي في ريدي طلبهم للمساعدة بس جين بتفوق وبتعد سينكلير وبتغرقه ولانها الوحيدة اللي موجودة هي الوحيدة اللي بينقذوها وسينكلير بيموت في البحر والحد هنا بينتهي في المنع بتمنى يكون عجبكم وما تنسوش تعملونا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد ولو انتم على الفيسبوك ما تنسوش تعملونا فولو دمتم فيه امان وسلام سلام